كلف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد الوية العمالق الجنوبية عبد الرحمن بوزرع المحرمي فريقا بالنزول إلى منطقة السقية والمناطق المجاورة لها بمدرية المضاربة ورأس العارف الصبيحة بمحافظة لحجة لتفقد المواطنين الذين تضررت منازلهم بسبب الرياح والأمطار الغزيرة وقام الفريق المكلف من النايب المحرمي بحصر الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة والرياح التي تسببت بهدم وتضرر عشرات المنازل بالإضافة إلى تدمير صنادق وقوارب الصيادين مصدر رزقهم الوحيد كما تضرر أهالي منطقة السقية والقورة المجاورة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح التي هطلت على مناطقهم وتسببت في وفاة ثلاث مواطنين كحصيلة ولية وهدم وتضرر عشرات المنازل خصوصا الخشبية ترجمة نانسي قنقر